الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب اليوم هنتكلم عن احد اللوحات المهمة جدا اللي بيستخدمها في توزيع لغرف الفنادق من شركة الفنار يبقى احنا نتكلم عن لوحة توزيع غرفة الفنادق من شركة الفنار الموضوع ده مهم جدا طبعا اللوحات دي بتتميز ان هي بيكون فيها كونتاكتور تمام وبشوف عدد المغازيات قبل الكنتاكتور وبعد الكنتاكتور وبالتالي انا هبدأ هنا اهو هركز بقى عندي في المعلومات اللي جاية دي يبقى لوحة توزيع غرفة الفنادق المواصفات بتاعتها بتخضع للمواصفة IEC 61 439 عدد الفيزات بيبقى يا اما واحد فيز او سري فيز يا اما سنجل فيز يا اما سري فيز يعني الشركة بتطلع سنجل فيز وبتطلع سري فيز طيب المغازيات الكهربائية بقى بتتحسب ازاي في الحالة دي بتتحسب يا شباب قبل الكنتاكتور وبعد الكنتاكتور تمام فيه كونتاكتور هنا فيه قبل الكنتاكتور وبعد الكنتاكتور فهنا بيقول لي عدد المغازيات بيبقى X زائد Y X عدد المغازيات قبل الكنتاكتور يبقى احنا لو احنا ده قبل الكنتاكتور يبقى ده الـ X طيب عدد المغازيات القبلة للتحكم اللي هي بعد الكنتاكتور اللي هو ده إيه ده Y يبقى أنا عندي عدد المغزيات اهو عدد المغزيات قبل الكنتاكتور اللي هي X تمام قبل الكنتاكتور اللي هي X و بعد الكنتاكتور اللي هي Y طب عدد المغزيات في لوحة التوزيع في حالة single face بتطلع من المصنع يمّا واحد اللي هو قبل الكنتاكتور X الأول تمام وبعد كده 3 بعد الكنتاكتور أو 2 قبل الكنتاكتور و 6 بعد نفس الحوار ده قبل في حالة السري فيس طبعا بيبقى 3 3 3 قبل الكنتاكتور و 6 بعد الكنتاكتور أو بيبقى 3 قبل الكنتاكتور و 9 بعد الكنتاكتور طبعا القاطع الرئيسي بيكون قاطع 40 أمبير اللي بيطلع من المصنع نوعه MCB تمام والكنتاكتور لمواصفات بيبقى تيارات التلامس بتاعته 63 أمبير سواء كان سنائي أو رباع القطب والجهد بتاعه 32 فولت تيار متناوي بيعني AC بعد كده القاطع الفرعية أو القطع الفرعي بيبقى من 6 أمبير لحد 36 أمبير من النوع MCB تمام سواء كان أحدي أو سنائي أو سلاسي البول طبعا مكان الاستخدام داخل المنزل لأن درجة الحماية بتاعتها IB40 يبقى ده يشتغل داخلي النوع دايما بيركب غاطس يعني النوع ده بيركب غاطس في الفنادق واللون بيطلع بلونين اللي هو الرال ألف وواحد والرال ألف وثلاثتاشر بتبقى دركتين لللون البيج اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده اللون البيج يبقى احنا النهاردة تكلمنا عن موضوع مهم جدا ولوحة مهمة جدا من شركة الفنار اللي هي لوحة توزيع الغرف الفندقية زي ما قلنا بيبقى فيه كونتاكتور وفيه عدد من المفاتيح قبل الكنتاكتور وعدد من المفاتيح بعد الكنتاكتور وشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته